اشتركوا في القناة ايضا نتيجة مميزة اذكر حضراتكم بالاهداف مروان محسن طبعا بيفتتح اهداف هذا اليوم كان يوم رائع ووجود جماهيرنا فيه هذا اليوم مروان محسن ثم وليد ازارو بيحرز الهدف التاني وعبدالله السعيد بيحرز الهدف التالت والرابع بالنسبة للنادي الاهلي طبعا كان نتيجة في البداية او بداية النجمة التاسعة ان شاء الله اللي احنا بنتوقحها هذا الموسم من خلال الاداء المميز لفريقنا ووجودهم ان شاء الله في بطولة افريقيا وبتركيز عالي بعد حسم لقب الدوري والتفرغ لبطولة افريقيا ان شاء الله هذا الموسم خليني قبل ما اروح ونتكلم بقى ونقول اخبارنا واخبار الاهلي النهاردة والمباراة والشكل الفاني اللي هيكون معايا في الستوديو نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن شيف عبد المنعم كابتن ربيع سين كابتن عادة عبد الرحمن نتكلم عن ما يحدث في الوقت الحالي طبعا ما هو الجديد ده يعني سلوجن كده بنقوله دلوقتي في مؤتمرات صحفية بتطلع عشان يبينوا ان لاعب زي عبدالله سعيد مضى لنادي زمالك او ما حدث من عبدالله سعيد في الفترة الاخيرة في وجوده ان هو يمضي لنادي وهو طبعا كان موجود في النادي الاهلي وما يحدث في الفترة الماضية طبعا الجديد ان ما فيش جديد ان عبدالله سعيد في كواليس النادي الاهلي وانا كنت موجود في اليوم ده صراحة في النادي الاهلي اعترف او يعني كان فيه قاعدة عبدالله سعيد بعد ما قاعد مع حسام غالي ومجلس الددارة وكابتن حمود الخطيب وكل المسؤولين في النادي الاهلي اعترف فيها انه هو فعلا حصل على توقيع من نادي زمانك اوقع لنادي زمانك فيه وقت من الوقات وانه هو تحصل مبلغ مالي وده حاجة يمكن كانت لازم تحصل عشان الامور بالنسبة لعبد الله سعيد تبقى واضحة لمجلس ادارة النادي الاهلي ويمكن مجلس ادارة النادي الاهلي متفاهم جدا خلي بالكم اي لعيب يتعرض لضغوط ممكن تكون نفسية ممكن تكون مادية هو بيفكر بتفكير مختلف تماما عن ناس تانية اما نريد مقارنة بلعيبة تانية تلاقي اللعيبة تانية ما عملتش زي ما عبد الله السعيد عمل ولكن خلينا بس نتذكر حاجة ان عبد الله السعيد على مدار وجوده في النادي الاهلي ما شفناش منه مشكلة واحدة اللعيب كان متواجد في الملعب متواجد مع الفريق ما فيش اي مشكلة واحدة طبعا اما نيجي نبص دائما عقليات اللعيبة مختلفة احنا هنيجي نقارن مثلا بلعيب زي نمار وانه هو يترك فريق زي برشلونة عنده شعبية كبيرة جدا في اوروبا شعبية كبيرة جدا في اسبانيا ويروح لباريس سان جرمان اللي ممكن يكون ليه شعبيته في فرنسا ولكن في اوروبا الوضع مختلف تماما بالتالي هو اخد قراره بايده اخد جزئيتي قرار انه هو لكلاعب مختلف ويمكن عقليته هو مختلفة انه هو يحصل على مبلغ مالي اكتر وانه هو يبقى ان نجم الاوحد في فريق تاني يعني طبعا المقارنة طبعا بباريس سان جرمان وبرشلونة فبالتالي كان نمار اخد هذا القرار لكن عبدالله سعيد لما نجي نبص دائما الواحد بيدور على الاندية الاكثر شعبية اللي ممكن يتوهج فيها بشكل كبير عبدالله في الفترة الماضية كان متوهج بشكل كبير مع النادي الاعلي ولكن طبعا ممكن التفكير هو او التفكير في المادة ممكن هو اللي يوصل لهذه جزئية وان انا امضي لنادي تاني لكن في الاول في الاخر عبدالله الجديد انه عبدالله سعيد جاء اعترف للنادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي انه هو حصل منه كذا 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 وتفهموا هذا الوضع وتم الاتفاق على انه عبدالله يجدد ويمدد عقده للنادي الاهلي وده في حد ذاته حاجة تحترم اما بقى الحاجة الافضل من كده ان النادي الاهلي النهاردة بعد ما مضى مع عبدالله سعيد عرضوا للبيع هي دي ادارة النادي الاهلي المميزة اللي لا تقبل أن أنت كلاعب تكون موجود معنا وفي نفس الوقت بتتعامل معنا بشكل مميز ومش أيل لنا أن أنت ماضي في حتة تانية أن أنت خلاص يعني أنت مدام أنت عملت كده فإحنا مش متمسكين بك يعني هتبقى متواجد في حتة تانية في وقت من الأوقات ولكن يعني دائما أنت كلاعب حبك للنادي هو اللي بيبان من خلال تصرفاتك في الوقت اللي أنت موجود فيه لكن زي ما أقول لكم إحنا بناخد قرارات كتير في حياتنا ممكن نقول أن 95% منها بتبقى غلط والـ 5% دي هي اللي بتخلينا متميزين وخلينا عايشين نعيشة مبسوطة فبالتالي ممكن فيه قرارات كتير كلاعب أو شخص ممكن ياخدها تخليه يروح في حتة تانية ممكن ما هو ما يحبهاش والأمثلة كتير زي ما أقول لحضراتكم في لعيبة على مدار التاريخ سواء بقى لعيبة عالمية أو لعيبة أوروبية أو لعيبة مصرية لكن في الأول في الآخر إحنا بنقول أن عبدالله موجود في النادي الأهلي وتم عرضه للبيع وأي سور ممكن تظهر لعبدالله ما إحنا عارفين الموضوع ده عارفين أنه ده حصل واللعب اعترف بنفسه لمجلزات النادي الأهلي والوضع شكله يعني خلاص انتهى إحنا مش هنتكلم فيه تاني لكن عشان بس كان فيه مؤتمر صحفي النهار ده بخصوص هذا الوضع من نادي الزمالك على عبدالله سعيد فإحنا خلاص بنحاول بس نعلق تعليق بسيط أن اللعب أصلا هو تم الاعتراف بهذا الموضوع في هذه الجزئة خليني أقولك وإحنا بنتكلم على الجزئة دي ده فريقنا في فندق الإقامة بالجابون ومتواجد طبعا في